بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم ان شاء الله هيكون عن ايه هي الجودة وهل الجودة لها تعريف واحد ولا لها اكتر من تعريف طبعا الجودة لها تعريفات كتير العالم ده عرف الجودة تعريف بسيط جدا قال ان الملأمة للاستخدام تعني الجودة يعني لو انت اشتريت منتج اي حد فينا بيشتري منتج او بيشتري خدمة هو عايزها ليه استخدام معين او لهدف معين فاذا كانت الخدمة دي او المنتج ده ملائم ليه الاستخدام اللي انت عايزه وقده الغرض فبالتالي بنقول ان المنتج ده منتج جيد بمعنى ايه ان انا مثلا لو محتاج coalم انت عايز ايه من الالم عايز القلم تبقى المسكة بتاعته مريحة وتكتب فالخط يطلع ايه واضح فطالما ان انت كتبته والخط طلع واضح فخلاص يبقى العالم ده ملائم لللاستخدام وبالتالي هو جيد وبالتالي طالما انه هو يبقى يستاهل الفلوس اللي انا دفعتها فيه يبقى ده اول تعريف اللي هو اسمه الملأمة للاستخدام او بنسميه بالانجليزي فتنس فور يوز زمان لما كان حد فينا بيجي يشتري موبايل طبعا مش الجيل بتاع كنتو الجيل بتاعنا احنا في الاول كنا لما نيجي نشتري موبايل اول ما ظهر طبعا الموبايل كنا بنروح للمحل وبعدين ناخد الموبايل ونتصل بواحد احنا عارفينه فنقول له ايه محمد ايه رأيك سمعني ولا لا يقول لي ايه والله سامعك طيب الصوت كوي يقول لي ايه والصوت كويس طيب تمام شكرا فكان الهدف من شراء الموبايل او استخدام الموبايل هو ان انا كلم حد وهو يسمعني كويس وانا اسمعه كويس فبمجرد ان انا بعمل اتصال بواحد ولا انه هو سمعني وانا سامعه بقولي بقى كده تمام الموبايل جيد وبالتالي بدفع فيه الفلوس بناء على انه هو ملائم ليه الاستخدام يبقى ده كان اول تعريف وهضرب مثال عليه الموبايل علشان يشوف التطور اللي حصل في الموبايل وبعدين طبعا في الايام اللي بحكي لكم عنها دي كان الموبايلز شركة او شركتين اللي كانوا يعني مشهورين في موضوع تصنيع الموبايلز مش عارف تسمعوا عنهم ولا لا فيه شركة اسمها اريكسون وفيه شركة اسمها نوكيا وفيه شركة تالتة اسمها متورولا المهم يعني كانوا ثلاث شركات كده بايه هم المشهورين او هم اللي بدأوا موضوع تصنيع اجهزة المحمول فما كانتش بتفرق انت بتشتري من دول لا من دول لا من دول لا من دول ان كلهم زي بعض مجرد ان انت بتتكلم وتسمع وخلاص بعد كده الموضوع بقى اتطور وبقى الشركات تتنافس مع بعض وشركة مثلا تعمل موبايل كبير كده وشركة تاني تعمل موبايل صغير فالناس ساعتها كانت بتتنافس في ان هم يصغروا حجم الموبايل فاللي كان يمسك موبايل حجمه صغير كان يبقى مبسوط قوي ويوريلي الناس كده ان انا معايا موبايل ايه موبايل حديث يعني والحجم بتاعه صغير وكده فالناس ما بقيتش تشتري الموبايلات الكبيرة وبقوا يشتروا الموبايلات الصغيرة ليه لان مسكة الموبايل بالنسبة له بترضيه اكتر والناس بتبقى يعني معجبة بالموبايل اللي معاه ده وحلو والموبايل شكله صغير وممكن تحط الموبايل في جيبك وكانت حاجة كده ايه اه جميلة يعني فالمهم ان حصل بسبب التنافس ان بقى فيه اشكال والوان ليه اه اه اجهزة الموبايل ففيه موبايل يرضي واحد وما يرضيش التاني مع ان ده من حيث الجودة حسب التعريف الاول ده ملائم للاستخدام لان انا بسمع طرف التاني بيسمعني وده كمان نفس الحكاية ملائم للاستخدام بس لما حصل التنافس وبقى فيه اشكال مختلفة فبقى فيه شكل هو اللي بيرضي الناس اكتر من التاني فبقيت الناس تروح تشتريه فمن هنا ظهر التعريف التاني للجودة وقاله ان الجودة هي ارضاء العميل يعني مش بس ان هو يكون ملائم للاستخدام لا ده انا لازم ادي له منتج يكون هو العميل وهو مسك المنتج او هو بيستخدمه يكون حاسس بالرضا يعني مش مجرد بس ايه ان هو بيتكلم وخلاص يعني ممكن واحد بيطلع موبايل يتكلم منه وهو يعني مكسوف من شكل الموبايل فده بينقول ان هو ملائم للاستخدام بس غير مرضي انما اذا كان لونه عجبك والحجم بتاعه مناسب ويعني ايه ما بتتكسفش كده ان انت توريه للناس فبالتالي ايه بتقول ان انت راضي عن الخدمة دي زي مثلا لما تروح تشتري من محل ممكن تشتري من محل انت رايح المحل بهدف انك تدفع فلوس وتاخد السلعة فاحيانا تدخل المحل وتخرج بالسلعة خلاص فالهدف تحقق بس انت احيانا تكون خارج مبسوط واحيانا تكون خارج غير مبسوط او غير راضي طيب ايه سبب عدم الرضا ممكن المعاملة بتاعة الايه بتاعة البيع فبالتالي المحلين اللي انت اشتريت منهم هم ملائمين للاستخدام لان انت دفعت فلوس وحصلت على السلعة او الخدمة اللي انت عايزها انما في واحد كانت معاملته اكتر من التاني فانت خرجت من المحل وانت راضي فبالتالي بنقول ان التعريف التاني اللي هو ارضاء العميل او ارضاء العملاء هو التعريف الاهم من التعريف الاول وزي ما احنا شايفين ان تعريف ارضاء العملاء بيحتوي على التعريف الاول اللي هو الملائم للاستخدام يعني طبعا عمر ما العميل هيرضى الا اذا كان المنتج اللي هو اخده ملائم للاستخدام انا مش هافرح ان واحد يعملني معاملة كويسة وفي الاخر يديني منتج معيب ما استفدش بيه وارميه وتبقى فلوسي راحت علي يبقى بالتالي التعريف التاني هو يعتبر افضل من التعريف الاول في حالة تعدد المنتجات ان انا لقيت اكتر من واحد ملائم للاستخدام فبقول لا يبقى ده هيرضيني اكتر زي ما انت كده بتلاقي اكتر من محل بس في محل فيهم المعاملة بتاعته افضل فبترح له فبالتالي ايه التعريف التاني هو بيشمل الاول وزياد عليه بعد موضوع ارضاء العملاء ظهر تعريف تاني وهو ابهار العميل او ابهار العملاء customer delight معنى ايه ان انت مش بس بترضي العميل ده انت بتعمل حاجة جديدة بتبهر العميل بمعنى ايه ان انا مثلا لو طلبت منتج معين او طلبت خدمة معينة انا ببقى ليه توقعات هو المنتج ده هيجيلي شكله ايه تخيل لو انت بتشتري اي حاجة انلاين انت بتتوقع ايه انها تجيلك كده صندوق وجوه الصندوق ده فيه السلعة اللي انت طالبها اذا جات لك السلعة دي مغلفة كده وفي صندوق وتمام بتبقى انت ايه راضي لان الحاجة جات لك في شكل ايه كويس انما تخيل بقى لو انت مثلا فتحت الايه فتحت الصندوق ده لقيت المنتج اللي انت طلبه وجنب المنتج ده كده ايه فيه وردة كده ظريفة طبعا الوردة دي قيمتها ايه ريال ولا نص ريال بس المهم انها ايه حاجة انت ما كنتش متوقعها فاول ما بتفتحها كده بتقول الله يعني بتفرح ان ايه انهم عملوا الحركة الجميلة دي فبالتالي عملت لك عملية ايه ابهار انهم عملوا حاجة انت ما كنتش متوقعها فبالتالي لما لقيت الحاجة اللي انت مش متوقعها دي عملت لك ايه عملية الابهار ده فبالتالي ابهار العميل هو المرحلة الايه المتطورة اكتر من مراحل الجودة فلو قلنا ارضاء العميل احنا ممكن نرضي العميل باننا نحقق توقعاته يعني هو متوقع ايه متوقع يلاقي كذا لا الحاجة دي تمام بيبقى راضي انما الابهار هو اننا اسبق توقعات العميل يعني حاجة هو مش متوقعها ويلاقيها فبالتالي ايه بتكون فرحته اكبر من مجرد الرضا فبالتالي بنسميها ابهار العميل طيب واضح ان التعريفات التلاتة دي تعريفات جميلة مقبولة بس فيهم عيب ان الملائمة للاستخدام ممكن المنتج الملائم للاستخدام لواحد يكون غير ملائم للاستخدام للتاني فده يؤدي لايه ان واحد يقول المنتج جيد واحد تاني يقول المنتج ده غير جيد نفس الحكاية برضو ممكن نفس المنتج يرضي واحد او نفس المعاملة ترضي واحد وما ترضيش التاني فبالتالي ممكن واحد يقول لك أنا راضي واحد يقول لك أنا غير راضي نفس الكلام ممكن اللي يبهر واحد ما يبهرش الثاني يعني خلاصة الكلام إن ممكن لو أنت استخدمت أي تعريف من الثلاثة دول القرار يكون مختلف من شخص للتاني على نفس المنتج إن واحد يقول عليه جيد وواحد يقول غير جيد فبالتالي طالما إن التعريفات دي لا تضمن إن القرار يكون واحد فبالتالي اضطرينا إن إحنا نلجأ للتعريف الرابع اللي هو بيستخدم فيه البزنس أو للحكم على المنتجات أو الخدمات اللي هو ممكن نستخدمه في مجال العمل اللي هو اسمه المطابقة للمواصفات يبقى عرفنا كده من الشريحة دي إن فيه أكتر من تعريف للجودة التعريف اللي إحنا هنستخدمه فيه البزنس أو العمليات الإنتاجية أو الصناعية هو المطابقة للمواصفات طيب هل التلات تعريفات دول طالما إن إحنا قلنا إن إحنا هنستخدم التعريف ده هل دول نمسحهم يعني دول خلاص بقى التعريفات غلط ومنستخدمهاش طبعا الإجابة إن لا يعني التعريفات دي هي مازالت موجودة وأنا زي ما قلت من شوية إن مجرد كلمة المطابقة للمواصفات المواصفة لازم تضمن للحاجات دي بمعنى إيه إن أنا قلت لك من شوية إن مثلا زمن التوصيل كان 30 دقيقة زائد أو ناقص دقيقتين فلو جبت الحاجة أقل من 28 وعشرين هقولك إن الخدمة بتاعتك مرفوضة لو جبتها بعد أكتر من 32 هقولك إن الخدمة مرفوضة أو غير جيدة طيب بناء على إيه أنا حددت القيم دي أنا حددت القيم دي بناء على متطلبات العميل وعرفت منه إيه الحاجة اللي ترضيه فبنعمل حاجة اسمها يعني إحنا علشان نحدد المواصفة بنعمل حاجة اسمها دراسة سوق ونبدأ نسأل العمل إيه رأيك لو أنا عملت الحاجة دي في وقت قد كده لو أنا اتأخرت عليك ديئتين طيب لو أنا اتأخرت عليك ثلاثة طيب لو أنا جبتها لك بدري شوية فهمنا يعني و أنا بحدد المواصفة دي ببقى بحددها بالتعاون مع العميل علشان أضمن إن التعريفات دي تتحقق اللي هي سواء الملأمة للاستخدام أو إرضاء العميل طبعا إبهار العميل ده مش في كل المنتجات ومش كل العملة ببقى أنا عايز أبهرهم فيعني ده تعريفه قليل شوية وبيستخدموه الناس اللي هم بيشتغلوا فيه حاجة اسمها البروداكت ديفلوبمينت اللي هي تطوير إيه المنتجات أو تطوير الخدمات فبيعمل الحاجة بتبهر العميل في أول مرة بس بعد كده العميل بيتعود عليها فخلاص أنا متعود بقى ان خلاص كل ما هفتح العلبة دي هلاقي فيها وردة فخلاص الحاجة اللي كانت بتبهر مرة ما بقيتش ايه تبهر بعد كده فبتبقى دخلت برضو في إطار ايه الإرضاء إنه هو بعد كده لو ملقاش الوردة لان خلاص بقى متوقع كل مرة انه هو يلاقي الوردة لو ملقهاش بيحصل له ايه بيبقى مش راضي ممكن حتى انت بتوصل بيك ويقولك فين الوردة اللي انت بتبعتها فهمنا فبالتالي التعريف بتاع الإبهار ده هو تعريف مؤقت للمنتجات اللي هي الجديدة او لواحد مثلا لسه ايه داخل السوق جديد وعايز ان هو يلفت أنظار الناس إنما التعريفات اللي هي الشائعة اللي بتنطبق على كل الناس هي ان لازم المنتج بتاعي يكون ملائم للاستخدام وإلا العميل مش يشتري مني تاني وكمان اخرج العميل من عندي راضي علشان احقق اللي اتنين دول بحط ايه مواصفة علشان ألزم بيها الناس اللي شغالين معايا واقول لكل واحد فيهم مثلا الراجل بتاع التوصيل ده هقول له انت خرجت الساعة كام او العميل معاده الساعة كام وانت وصلت له الساعة كام وبالتالي من المعلومة دي اروح هنا واشوف اذا كانت الخدمة اللي هو قدمها وقع في الحدود اللي هي القبول ام في ايه حدود الرفض فيمنا وبالتالي احكم عليه اذا كان جيد ولا لا واقا وقيم العمال اللي عندي واشوف اذا كان في عمليات تحسين احنا محتاجينها وبالتالي احسن من الجودة بناء على عمليات الفحص دي